مناقب اللي نتعودوا خرصتوا هاي الساحة اللي قدامكم دور تشوفوا فيها مثل تبارك الله ما يقارب بمئات سيارات الفاخرة هذا كله كان عامل بسيط وكله قاعد ما كان يشتقلوا في نواكشور ما هو أحلف شي وقاعد في الولايات هون نتخرصوا الخيام الخيام اللي هون اللي فيهم هاو المناقبين تجربوا الخريطة الموريتانية الحقيقية بجناسها بجميع عراقها بجميع جهاتها حتى نتخرص قاعد لا لدي التاي في الأسرة تجبرهم معناها أن موريتاني مسقرة ذهي هون موجودة اليوم راجي نعلن ذوك المطالب كاملين يلباوا ونعرفوا علن فخامة رئيس الجمهورية ما قط يكون مونكنا ومجيتوا هذي اللي جاي فيه هون حاسين مرتاحين لها على كل حال مرحبين به مرحبين به جايبش ومرحبين به عدل شذاني على كل حال مرحبين به بسم تجمع العام للمناقبين شكرا زميل حمزة نعم الآن سأحيل الخط إلى زميل سعيد نعم ستكون لديه معلومات جديدة وضيوف جدد حول هذا الموضوع نعم طبعا سعيد نعم سعيد حبيب طبعا تابعنا قبل قليل مع الزميل عبدالله أراء المناقبين والعاملين في تنقيب وطبعا لديهم العديد من المطالب واستبشروا كثيرا بهذه الخطوة كما أيضا أظهرت الصور من هناك توافد المناقبين لاستقبال رئيس الجمهورية يعني أين وصلت الاستعدادات قبل انطلاق تدشين هذا المشروع الهام بالنسبة لمقاطعات الشامي طبعا كما ذكرت حمزة وكما ربما تشاهد من خلفي المناقبون والمستقبلون يأخذون مواقعهم في خيم ضربت هنا في هذه المساحة التي سيتم تدشينها وذلك لاستقبال رئيس الجمهورية الجو اليوم ربما هو جو بارد نسبيا مع تساقط زخات مطر من حين لآخر ومنذ أيام تشهد الشامي أيضا بعض التساقطات المطرية الخفيفة في هذا الموسم ووسم الشتاء عادة ما هذه المناطق الساحلية تحصل على مثل هذه التساقطات عموما الجو الآن أصبح جوا جاهزا لاستقبال رئيس الجمهورية وأيضا لبدء فعاليات تدشين هذا المكان الذي سيشكل محطة هامة وبارزة في مجال الانتقال بالتعدين الأهلي من داخل مدينة الشامي وما يسبب ذلك ربما من أضرار صحية وبيئية إلى خارج المدينة وما ينتجه أيضا من قرب أكثر من أماكن الحفر أماكن البحث عن الذهب وكذلك تأمين المدينة من مخلفات معالجة مواد الذهب إذن نحن هنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر لمختلف هذه الفعاليات في هذا اليوم الاحتفالي بامتياز بهذا المشروع وسنستضيف من حين لآخر بعض المواطنين الذين يستثمرون في هذا القطاع بعض المناقبين ونتطلع معهم إلى أمالهم وتطلعاتهم في هذا الخصوص فيما يتعلق بالاستثمار في هذا المجال معي أحد المستثمرين أحد المناقبين سيتحدث حول هذا الموضوع إذن يبدو أنه ليس جاهزاً الآن وفي انتظار ذلك سنتابع معكم هذا المشهد الاحتفالي هذا المشهد الذي يحمل أيضاً حمزة طلعات الناس والمواطنين إلى هذا اليوم التاريخي بالنسبة لهم الذي يشكل بداية النهوض بهذا القطاع مع أحد المواطنين سنتحدث إليه لا يتعرفون بروسكم ولا يتطون فكرة حول هذه المشاريع ودورها في تنمية المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم معكم نائب رئيس الاتحاد الديش والمحمد نائب رئيس الاتحاد نقابة الشراء ورئيس أقسامها أقسام الاتحادية الشراء النقابة الوحيدة قبلت هذه الزيارة انقطيتها زيارة رئيس الجمهورية للمنقبين وصوت المنقب وهي الموجودة اليوم عندها صوت المنقب وهي البانية مخيم حسابها هي زيارة رئيس الجمهورية هذا النهار أعظيم ودائم شريكة المعادن ودائم رئيس الجمهورية ونظروا للنهار اليوم الله يسلم فيه هذا التسلم معه تفرق زينا انظروا تفرق زينا ولا يتعط رجال أيد رجال الأعمال ولا شركة فيها للمنقبين والنقابات الشرعية رجال الأعمال بعيدين نعم سعيد احنا لا نلحق رسالة هذا الأعمال كامل هذا لا نلحق أنا هو نتكلم عن المنقبين مرحبا بك نعم نعم وموجود الانجيل الخيام يعطونا حق المنقبين وصوته بيه ووصلوا رسالة المنقبين اقبلت قرار لأن الله يوصل لرئيس الجمهورية صوت المنقب هذا المشروع اليوم نعم سعيد طبعا سيداتي وسادتي هذه الصور تأتينا مباشرة من مقاطعة الشامي حيث سيدشن أو يشرب فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني على تدشين المشروع المندمج لنشاط التعديل الأهلي وشبه الصناعي والكلمة لك يا سعيد نعم الهدف منها هو إطلاع السلطات عموما على طموحات وتطلعات الجميع وهو مجال استثمار يستثمر فيه الجميع سواء كانوا رجال أعمال أو مواطنين عاديين والبلد يتيح فرصة استثمار الجميع والقوانين تنظم هذه الآلية وتعطي لكل ذي حق حقه فيما يتعلق بمجال التعديل الأهلي اليوم التعديل الأهلي أصبح يا حمزة تعديل صناعي أيضا لأننا سنشهد طفرة جديدة في مجال الماكينات الجديدة ستكون هناك ماكينات لطحن الحجارة ستقوم بمعالجة الحجارة من جديد ستكون هناك معالجتان للحجارة المعالجة الأولى كانت تصفي ما قيمته 30 إلى 40 في المئة من الذهب الصافي الآن هناك بقايا لتلك المعالجة وتلك الأتربة المتبقية عنها ستكون هناك آليات أخرى ومصانع أخرى لمعالجتها ستستخلص منها قيمة أكبر من الذهب إذن هي طفرة في هذا المجال وهي مساحة لتحرك في فضاء واسع للبحث عن هذه المادة الثمينة نعم سعيد كيف يعلق الملقبون على هذا المشروع إلى أي حد يعولون على هذا المشروع بتغيير واقعهم وإضا استمعنا لبعض المتدخلين يذكرون تفرق زيناء ما هي تفرق زيناء؟ نريد فقط توضيح هذا للمشاهدين الذين يتابعون هذه التقطية المباشرة مباشرة من مقاطعة الشامي ما هي أهمية تفرق زيناء؟ تفرق زيناء لعله اسم يقيس على أحد أحياء العاصمة نواكشوت وهو أحياء القديمة في نواكشوت وربما قاس عليه المواطنون هنا أو المناقبون باعتبار أنهم يتفائلون به معتبرين أنه ربما ينتهي كله بالذهب لأنك تعلم أن المساحات ربما توجد أماكن فيها شبه الذهب وأماكن ليست فيها هم يعني يطلقون هذا الاسم اسم شعبي أكثر على المعتقد على المناطق التي يؤمل فيها أن تكون كلها أو فيها كميات معتبرة من الذهب تفرق زيناء هذه يعني هي خلينا نقول هي وسم هذه التوافرة يعني عندما تجد أي شخص هنا في الشام يقول لك تفرق زيناء نحن نريد تفرق زيناء على أي حال أعتقد أنها أن السلطات العمومية لديها فلسفة في مجال تنظيم هذا القطاع وأنها تسعى إلى إرضاء الجميع من خلال وضع مقاربة يمكن من خلالها استغلال المساحات المطلوبة بطريقة المشروعة والمنظمة وبما يضمن استفادة السكان دون أن تكون هناك فوضى لذلك هناك المنقبون هنا يطمحون يحلمون يعلقون آمال وأيضا المنظمون والسلطات العمومية تؤطر وتنظم هذه العملية بما يضمن انسيابيتها وبما يضمن لكل شخص أن يجد مكانه الملائم ومكاسبه الملائمة نعم كيف ستكون الاستفادة بالنسبة للمنقبين هناك من هذه المشاريع هناك نقطة مركز صحي وأيضا مسجد وأيضا قطع عرضية موزعة للمستثمرين يعني كيف سيستفيدون من هذا وهل كانت مطالب ملحة منذ الزمن بالنسبة للمنقبين هناك متاز هذه المنطقة كما تعلم يجد تحرك فيها عشرات الألاف من المواطنين ومن الأجانب وبالتالي هذه التحركات تتطلب خدمات معينة في الصحة في التعليم في المياه وغيرها لذلك الدولة تسعى إلى أن تكون هناك آلية لاستفادة الجميع من ذلك ومن خلال ذلك وضعت هذه المكونة وانشيت شركة معادن موريتانيا وهي شركة في الحقيقة تحاول أن تقدم رؤية وفلسفة يعني معالجة أيضا لهذه القضية ولتضمن ولوج المواطنين والمشتغلين بهذا الحق إلى الخدمات الأساسية خاصة فيما يتعلق بجانب الصحي وجانب المياه وجانب توفير مياه التحلية لأنها أيضا تحلية المياه ضمن المشاريع المكونة هذا المشروع اليوم وذلك لتوفير آليات ووسائل العمل التي تضمن ممارسة هذه المهنة هذا التعدين الأهلي بشكل صحي وبشكل بيئي يضمن استفادة اقتصادية دون أن تكون لك أضرار صحية ولا أضرار بيئية لأن مكونة البيئة أو مكونة الصحة أولوية في إطار هذه المشاريع نعم سعيد رئيس الجمهورية اليوم سيقابل المنقبين وسيكون في الشام هذه الخطوة ماذا تمثل للمنقبين؟ وجود رئيس الجمهورية اليوم وهذا الاهتمام الكبير بتغيير من واقع هؤلاء المنقبين الذين طبعا ينتظرون لفتة يعني ماذا يمثل هذا المشروع وهذا التدشين لهم؟ طبعا كما أشرت هو يعني يمثل ملمحين الملمح الأول هو يعني شعورهم بالاهتمام الذي توليه السلطات العمومية من خلال رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتطوير هذا القطاع المعدني الواعد في بلادنا والموضوع الثاني هو رغبتهم في أن يوصلوا طلباتهم واهتماماتهم وطموحاتهم إلى رئيس الجمهورية بشكل مباشر ولذلك تشكل هذه التظاهر اليوم إحدى ملامح ذلك اللقاء وذلك التشاور وذلك الفتاح وذلك الاستماع الذي درجت السلطات العمومية في سنوات القليل الماضية على انتهاجه مع المواطنين في مختلف مناحي الحياة وهذه القضية المتعلقة بالتعدين الأهلي هي قضية هامة وتمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلد وأيضا تمس سيادة البلد وبالتالي من الضروري أن يكون هناك استماع وتنسيق وتشعر مع الجهات المعنية من أجل أن يتوصل الجميع إلى أن يتعايش في منطقة غنية بأسلوب راق ومحترم ومنظم ويحترم القوانين والضوابط نعم بالنسبة لبرنامج تدشين اليوم ماذا سيبدأ به رئيس الجمهورية اليوم خلال التدشين طبعا هناك مجموعة فقرات حسب ما أبلغنا المنظمون هنا مقررة خلال حفل اليوم من بينها ستكون طبعا كلمة العمدة الذي يمثل السكان عمدة الشامي سيتطرق إلى موضوع هذا التعدين واهتمام رئيس الجمهورية به وسيقدم كلمة رحيبية باسم السكان وربما سيطرح مجموعة من المشاكل والطالبات للسلطات العمومية ولرئيس الجمهورية بشكل مباشر ستكون هناك أيضا كلمة القطاع الطاقة والمعادنة الذي سيقدم ربما حصيلة عن عمله في هذا المجال وعن تطويره لهذه الأماكن التي يوجد بها تعدين أهلي سيكون هناك عرض أيضا ستقدمه شركة معادن موريتانيا عبر شاشة عرض ربما ترونها تلمع خلفي وهي ستكون تضمن أيضا ربما فيلم وثائقية أو معلومات وثائقية مع غرافيك سيقدم للمشاهد بعض المعلومات والمعطيات حول هذا المشروع كذلك سيكون هناك ربما اهتمام الرئيس الجمهورية بهذه العملية بشكل عام وربما أيضا سيكون لرئيس الجمهورية رأي ونصيحة وتوجيه من الطبيعي في هذه الظروف لإحساس الناس بأن الدولة معهم وأن السلطات العمومية تستمع لهم وأنها تشركهم وأنها تنصت أيضا لما يرغبون في التعبير عنهم من أحاسيس من مشاعر ومن تطلعات ومن طموحات خاصة في هذا القطاع الذي سبق وأنا شرت أنه قطاع حيوي يمتص البطالة وأيضا يساهم في الدورة الاقتصادية للبلد ويحافظ على العملة ويقوي من الاقتصاد الوطني نعم طبعا هي خطوة مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني وأيضا للمنقبين من أجل تحسين ظروفهم طبعا معكم مشاهدين الكرام أولا بأول في هذه التقطيع الحية والمباشرة من مقاطعة الشامي سعيد أين أخبار موكب الرئيس إلى أين وصل طبعا نحن بانتظاره وبانتظار طبعا أن يبدأ هذا الحفل رئيس الجمهورية إن شاء الله سيصل بعد قليل وستبدأ الفعاليات حال وصوله إلى هذا المكان الذي قيم في منطقة تبعد حوالي ثلاثين كلمتر عن مدينة الشامي وهو مكان الذي وصل إليه المنقبون بلافتاتهم وبمشاعرهم وبتطلعاتهم ويضا وصل إليه المسؤولون والمتخبون لاستقبال رئيس الجمهورية وللاحتفاء بقدومه ووصلت إليه وسائل الإعلام التي أيضا تواكب وتغطي هذا الحدث الهام لدينا بعض الضيوف سنستضيفهم لكم للحديث حول هذا المشروع انطلاقة هذه المكومة من هذا المشروع أهلا وسهلا بكم تعرفون بكم في البداية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتبر تدشين هذا المركز طلب منذ الزمان طلبته السكان وطلب المعنيين على أنه يحول السياج عن الساكنة وقطعا عنه تدشينه اليوم على أنه يعتبر إنجاز عظيم في تاريخ هذا النظام الجديد ومعلقين آمال عليه الساكنة معلق آمال عليه ونعرف على أنه مشروع مهم ونعلق آمال عليه ونعرف عن الإدارة المشرفة عليه مولي على أنها بذلة مجهودة كبيرة حتى شاف اليوم هذا الإنجاز اللي كان رقا يتخن وشاف هذا الحياة وشاف هذه المجهزات وشاف هذا التخطيط يعرف عن هذه الإدارة اللي شارف على هذا المشروع على أنها عدد إنجاز مهم وشكرا طيب أنتم كم مواطنين شنه رؤيتكم لطبيعة الشراكة بينكم أنتم كم مواطنين وبين جهات المعنية في هذا المجال التطوير هذا المجال قابل التطوير قابل التطوير والدولة والنظام يسعالوا ونعرف عن الإدارة اللي شارف عليهم ما هي باخلش في تطويره ومعلق عليها أمال كبيرة في النمو والنهضة الاقتصادية شكرا جزيلا عينة من أراء المواطنين الذين جاءوا هنا إلى هذا المكان الفسيح خارج مدينة الشامي والمكان المفتوح في منطقة غنية إن شاء الله بأذهب منطقة تتهافت عليها الشركات الوطنية وأيضا المستثمرون الخصوصيون والأجانب وتوفر فرص مثل ما توفر القوانين فرص أيضا للمستثمرين للحصول على الأمان المطلوب لاستثماراتهم وهو ما يتجسد أيضا في وجود شركات معدنية كبرى كشركة تازياست وغيرها ومسي أم وهي شركات أصبحت لها مكانة في الاقتصاد ولها أيضا مكانة في السوق الموريتاني وفي السوق الدولي وكل ذلك يأتي في إطار انفتاح البلد على الاقتصادات المختلفة وتنويعه لموارد الاقتصادية لدينا ثروات بحرية نفطية وأيضا قبل ذلك ثروات سمكية لدينا ثروات في مجال التعدين الذهب الكوارتز والنحاس والجبس وغيرها من المصادر المعادن الثمينة أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم الاسم الكريم ومعلومات حول هذا الحدث اليوم شنو تقييمكم له محمد الحسن عمدت بلدية الممغار احنا باسم ولاية سكان ولاية داخل تنواريبو وباسم مقاطعة الشامي وباسم بلدية الممغار همنا عاليا هاي الزيارة اللي قايم بها السيد الرئيس الجمهورية المنقاطعتنا قصد تتشين مركز يهتم بقطاعه حلو يمثل كثير بالنسبة لنا وهي الزيارة نعلق عليها آمال كبيرة لأنها لا محالة سيكون لها ما بعدها يعني من تأثيرات إيجابية على ساكنة المقاطعة وساكنة الولاية بشكل عام إذن مرة أخرى نثمن هذه الزيارة ونرجو لي سيد رئيس الجمهورية وصولا سعيدا ومقاما سعيدا بين ظهرانيين وبينا داخل أنا طال على الهوية والله أنا طال على الهوية نثمن علي هذا الجهود اللي سبقته جهود مماثلة أي طيب في مختلف المناطق الموريتانية أنا طال على الهوية وبالتالي كما أسلفت هذه الزيارة وهذا تشين سيكون له إثار الكبير على الساكنة طيب أنتم معذر عن المقاطعة أنتم كمماثلين السكان كمنتخبين شنه اش ظهر لكم في هذه الجهود اللي قام بها فيما يتعلق أساسا بتأمين المنطقة صحيا وبيئيا ونقل هذه المخلفات إلى أماكن بعيدة وتنظيمها وضبطها هذا إجراء جيد غير مسبوق حقيقة سابق نجد شركة معادن هذه اللي بفكرة من رئيس الجمهورية ونفثت الأرض الواقع كانت فهم فوضوية متينة في القطاع قطاع التعدين الأهلي ومن ساعة اللي جات الحظنة تحسن إيجابي وراجعين عنه يستمر بأن القطاع قطاع مهم من جميع النواحي من ناحية السلامة ومن ناحية التوفير لأمور الضرورية للتعدين كالمياه والطرق وما إلى ذلك لكننا أيضا نطالب بالمزيد كمان نطالب أيضا بإشراك الساكنة السكان البلديات في الامتيازات التي تقدمها المؤسسة من تشغيل وغيره يعني أنه توجد شباب عاطل في المقاطعة وبالتالي نؤمل كثيرا من حيث التشغيل على هذه المؤسسة شكرا جزيلا السيد العمدة شكرا لكم على هذه المعلومات والمعطيات ما زلنا معكم مشاهدين الكرام من منطقة ضواحي الشامي حيث ننقل لكم من حين لآخر فعاليات يعني حفل تدشين رئيس الجمهورية لهذه المكونة من المشروع المندمج لصالح التعدين في هذه المنطقة معنا أحد المواطنين أهلا ومحبا بكم لا يتعرفون بكم وتقولون شنه تقييمكم لهذه الجهود المبذلة اليوم وشنه تطلعاتكم وطموحاتكم لتطوير هذا القطاع السلام عليكم ورحمة الله المتكلم الطيب واللبان مناقب المتكلم الطيب واللبان مناقب أصلا كنت من الناس اللي كانت في الخارج وجيت هون اللي علمت اللي البلد عاد عنده خيرات قد يعيشوا فيها أولادهم جيتوا لهذه سنة الخامسة هون في التنقيب الحمد لله من شاء الله والتبارك الله الموار زينة وأحسن من البلدان اللي كنا عايشين فيها هون طموحنا كبير وأملنا كبير ونعرفوا على في ظل القيادة رشيدة الفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الغزواني نعرفوا على ندور نحق وياسر من أمالنا وندور قاعد لنا نتغلبوا على ياسر من الأمور كان عالق له ياسر من الزمن أملنا كبير وطموحنا كبيرة وباسمي وباسم المناقبين وباسم العاملين كاملين في ذلك القطاع يسوى عمال ويسوى رجال أعمال ويسوى مستثمرين مرحبين برئيس الجمهورية والوفد المرافق له ونحن هون المناقبين وساكين تشامي مرحبا بخطارنا كاملين لجاونا ومرحبا بهم وسهله نحن نشتغل هون في المجال الذي هو مساهم في اقتصاد الوطن بطريقة معروفة وواضحة للجميع وتنزاد يوميا كانت عندنا عقبات كانت عندنا إنتاجنا كبير حتى سابق قفير منطقة التماية وتراجع كنا ننجو هون قرابة 60 كيلو جرام من ذهب يوميا وعاقب قفير منطقة التماية تراجع المنتوجة بقرابة 50% ومن هذا المنطلق مطالبنا الرئيس الجمهورية بمعطى منطقة التماية اللي تسمى عندنا هون بتفرق زينة للمناقبين الوطنيين ورانا للأمانة هذا دي سالة من المناقبين علانا مستعدين على خلاص الضرائب وزين عندنا عندنا نتمرنقوا ونخلصوا ضرائبنا ونساهموا في بناء وطننا وتربية تجيالنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بارك الله فيكم شكرا لك على هذه المعلومات وهذه المطالب والطموحات التي يقدمها المناقبون هنا والتي تشكل إحدى اهتمامات السكان هنا وإحدى النقاط الأساسية من هذه المشاريع التي تسعى إلى تحسين من وضعية الاقتصادية للمواطنين ومنحهم فرص لاستثمار في بلدهم كما تابعنا قبل قليل هذا الرجل الذي كان معنا لديه تجربة كان في الخارج وسمع بأن بلده أصبحت فيه مثل هذه الثروات فقرر أن اتينا هنا والاستثمار في بلده معززا بقوانين ومستعدا كما يقول لدفع الضرائب والعمل على إدخالها لخزينة الدولة مساهمة منه في الاقتصاد الوطني ما زلنا معكم وما زالت الضيوف يتوافدون رجالا ونساءنا الآن هذه السيدة ستشارك معنا في هذه الإطلالة مباشرة من ضواحي مدينة الشامية لأنه مرحبا بك لا يتعرفين برأسك ودقولين اهتماماتك شيني في مجال التنقيم رضي هويتي والله كلمي نسمي الكريم أنا اسمي فاطم الطفل أمت الطاهر ممرأة من التنواجي وجيتهم من أقيم بلدوا سنتين لا يتعودوا ما شاهد ثالث وزين عندي بعد هذا التواجد ونختير وملي ونعودوا معتدرين لسيد الرئيس على أنه يلو عدنا اللي حاسين بيمشي سابق للوقت الكصيف ونعود وعدل وإن شاء الله يعود استقبال حار زين من هذا حتى ونختير نقول لسيد الرئيس على أنه نحن هون شم المواطنين هون في هذه الخلوات اتعاب وهذا اللي رأي فيه هون من الحشد الناس الحمد لله والوتاة والحالات الزينة اللي معدلهم به ياسر من التعب وياسر من لهانة الحمد لله وشكر وليه قال هذا خاترين عن القرب خاترين عن السفر في القرب ومعدلين هنا الحمد لله وبطة صردين وحبات هادلقان وبيوش وبيل ومدى مواطنين هاي قدوا يعدلوا هذا الشغل اللي إذا هي قد تحصل هذا الحمد لله الانتاج اللي موجود اللي يرعى في ذاك وما هو شلاه يكذب عنه عنها زين عنها لا تساعد عليه وينفتحوا لها الحمد لله المواقع اللي يا الله تقد هي تشتقل فيهم وتنتج فيهم وتطلعها فيهم لقمت عايشة ما هي محتاجة على تسافر ولا هي محتاجة على تعود الدوار واغرفة لا تدورش طيب عنتكم اليوم هاي الموشة فيها طب وفيها مسجد وفيها بلايدات المياه وفيها رباين شنو هذا لك لا حد يساهم ظاهر لك عنه في توفيركم انتم الظروف تشتغلوا فيها بشكل جيد احنا زين عنده يغفرنا كل شي يقال بعد ازين شي لا يغفرنا عن ذي ونختار يعود حقيقي ولا نرحلوا عنه مرة ثانية ارض العود لا ينستنجوا فيها لا ينستنجوا فيها ولا يتقلنا عن السفر وعن القربة وعن البعد عن وطن وتوفي شكرا جزيلا لك نتمنى لك التوفيق شكرا لكل من ساهم معنا في إثراء هذا النقاش المفتوح هنا في منطقة الشامي على بعد ثلاثين كيلومتر من المدينة من مركز المدينة ما زلنا نستضيف لكم الضيوف من حين لآخر أهلا وسهلا بك سيدتي لإسم الكريم أهلا بك أنت منقبة والله مستثمرة في هذا المجال شنهي تقييمك لذلك العمل اللي مقام به اليوم نعرف أنه عمل زين وشاكرين عليه سيد الرئيس وشاكرين على زيارتين اليوم القيمة ما تخلص عندنا نحن المناقبين والمستثمارين وفاخورين به وزين عندنا وعندنا شيء من الطالبات لنبقوا توليبانا نياسر من الزمن وحنا في هذا المجال ومقصر فينا شفر شيء أما وضارك بعد اللي طار بينهم ونبقوا بينا كيف هي طبيعة العمل اللي تمارسين أنت تحدي أننا عندي شيء من المجاهر هنا أتيها شيء من الحسيان في المجاهر ولا نشتغل فيهم وتبارك الله فتبارك الله عندهم العمال يشتغل فيهم ونحن موجودين كم من العمال يستفيد منها أنا شخصيا أنا شخصيا ندرعو نشتغل 130 عام والله ذاك بيلي عندي الحمد لله كمية من حسيان في بلد والحمد لله يتستثمر كامل الحمد لله ذلك أفرض ومين الله طيب شن الصعوبات اللي عندك ما عندنا من الصعوبات كنا نبقوا المجاهر المجاهر كاملة تفتح لنا نبقوا تفرق زينة تفتح لنا هي اللي قال الأساسية عند لك بال ونبقوا السيد الرئيس تفتح لنا يفتح لنا يفتح لنا والمواطني وتوف راجعنا في الله إن شاء الله شنه تفينكم للعمل اليوم المعدد عمل زين وسريع وشف الوقت وإحنا بعد زين عندنا ومستقرين وبخورا به شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لك على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء المباشر الذي يشكل ضمن اللقاءات الأخرى التي تعمل على رصد ونقل أراء وانطباعات المواطنين حول هذا المشروع اليوم الكبير هذه المكونة الكبيرة من مشروع دمج هذا قطاع التعدين وأيضا في توفير فرص حياة أفضل للمناقبين وهم يمارسون عملهم خلال هذه الذي يقومون به للتعدين الأهل إذن رئيس الجمهورية على مشارف المكان الملائم لاستقبال هنا لانطلاق فعاليات هذا المشروع اليوم هذه المكونة رئيس الجمهورية يصل في هذه اللحظات إلى ضواحي الشامي حيث تقام هذه الفعاليات الاحتفالية احتفاءاً واستقبالاً له ضمن إطلاقه لمكونة هذا المشروع الأساسي في تنمية قطاع التعدين في بلدنا إذن رئيس الجمهورية يحيي المناقبين الذين يقفون له ويحيون له ويرفعون لافتات والصور المكبرة له ويصدحون بأحاسيس وعبارات ومشاعر الفخر وزهوا في هذا اليوم في هذه اللحظات كما أشار الزميل سعيد يصل رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني إلى الشامي أو المكان الذي سيتم فيه تدشين المشروع المندمج لنشاط التعديل الأهلي وشبه الصناعي الذي سيشرف عليه بخامة رئيس الجمهورية وطبعاً هناك هزيج الترحيب السكان هناك يرحبون برئيس الجمهورية وطبعاً يذمنون هذه الخطوة الهامة التي لا شك أنها ستحسن وتغير من واقع المنقبين هناك في مقاطعة الشام إذن لحظات ويأخذ رئيس الجمهورية مكانه وتنطلق ذعليات هذا الحفل مباشرة من مقاطعة الشام وطبعاً معكم في هذه تقطية الحية والمباشرة من هناك إذن في هذا الحفل ستتخلله فقرات وهذه الفقرات سنقولها لكم مباشرة عبر قناة الموريتانية نحل إليك الخط الزميل سعيد إليك الكلمة أهلا بك حمزة إذن كما تابعتم معنا وتابعتم معنا قبل قليل رئيس الجمهورية وصل وأخذ مكانه تحت الخيمة الرسمية التي ضربت هنا استعداداً لبدء فعاليات هذا الحفل الكريم الذي يتضمن فقرات متنوعة تتضمن كلمات ترحيب وأيضاً تتضمن يعني إطلاق المشاريع من خلال إزاحة الستار عن اللوحة الكارية لها المشروع إليكم الحفلة الرسمية والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه القويم باسم الأسرة المعدنية كلها منقبين ومستثمرين في النشاط الأهلي للذهب وفي معالجات مخلفات التعدين الأهلي وباسم الفاعلين في المناجم الصغرى وباسم شركة معادن موريتانيا إدارة وعمالا نرحب بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كما نرحب بوفده الكريم مرحباً بكم في مقر شركة معادن موريتانيا هنا بمقاطعة الشامي نهديكم يا فخامة الرئيس أسمى آيات الترحيب وأسنى معاني الاحتفاء فأهلاً وسهلاً بكم ونقول بلسان واحد فقلت وأيم الله جل جلاله وفي جامع الأيمان لا أعرف الحل لأهلاً وسهلاً بالرئيس ومرحباً ومستوجبات من تكررها العلا ها أنتم يا فخامة الرئيس تحرصون في هذا اليوم الأغر بمركز الشيخ محمد المامي للتعدين الذي يحمل اسم العالم الرباني الشيخ محمد المامي تحرصون على تدشين إنجازات جديدة تدخل كلها في صميم برنامجكم إنجازات ملموسة منفذة بتوجيهاتكم وتحت رعايتكم السامية فخامة الرئيس إننا نلتقي اليوم في حفلة وطنية لتدشين المشروع المندمج للتعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب وذلك في إطار التخريد الجاري منذ أيام للذكرى الإحدى والستين لعيد الاستقلال الوطني وسيكون برنامج هذه الحفلة التدشينية على النحو التالي الفقرة الأولى آيات من كتاب الله العزيز نبارك ونعطر بها هذه الحفلة تلي ذلك كلمة ترحيبية يقدمها عمدة بلدية الشام السيد الإمام السيدي وستكون الفقرة الموالية كلمة لمعالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام المحمد صالح بعد ذلك عرض يقدمه المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمود المحمد وأخيرا وليس آخرا سيتضمن برنامج هذه الحفلة النقاط التالية ستطلعون فخامة الرئيس على لوحتين يتضمنان معلومات عن المشروع المندمج ثانيا هدية رمزية مقدمة لفخامتكم سيد الرئيس من طرف الأسرة المعدنية الأهلية تقديرا لما شهده هذا القطاع في ظل قيادتكم من عناية ورعاية واهتمام غير مسبوق ويقدمها لكم المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمود ولمحمد إذن نبدأ على بركة الله وندعو الأخ محمد الحسن والعبد الله ليشنف الأسماع بآيات بينات من الذكر الحكيم فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تغرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبعتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنذا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم فلنعتصم بحبل الله ولنتوحد كما أمرنا الله ولنذكر نعم الله ندعو سيد الإمام مولسيدي عمدة بلدية الشام ليلقي كلمته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله والصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وخامة رئيس الجمهورية معالي وزير البطرول والطاقة والمعادن السادة الوزراء السيد المدير العام الشركة المعادن موريتانيا السيد الوالي السيد الحاكم السادة المنتخبون أيها الحضور الكريم الشامي ترحب بكم سيدة الرئيس ترحبا خاصا وتقدر جهودكم وحرصكم شخصيا على تجشم عناء الصبر رغم الشغالات الجمة لمشاركة ساكنة مدينة الشامي هذا الحفل التلموي البهيج سيدة الرئيس إن حضركم معنا اليوم أعطانا فرحة إضافية تفوق فرحتنا بهذه المشاريع التي تشرفون على انطلاقتها فحللتم أهلا ونزلتم سهلا واشرفتم هذه البلدة وأهلها إنني باسم سكان هذه البلدة لنرحب بكم وأنتم تزورون هذه المنطقة الاستراتيجية لإطلاق حزمة مشاريع مهمة جدا وغير مسبوقة في تاريخ الاستثمارات العمومية في المنطقة وهذه المناسبة لأشكركم باسم جميع أطر والسكان ومنتخبي الشامي على هذه اللفتة الكريمة والاهتمام المستمر والعناية المطمئنة فشكرا فخامة رئيس الجمهورية سيدة الوزراء حضورنا الكريم إن نتنوع المشاريع التي تطلقونها اليوم وتعدد مجالاتها من الماء الذي هو أصل الحياة إلى الصحة التي بها استمرارها وزوال ألمها إلى استصلاح الطرق الذي يتم عبره التنقل والتزاور وتقارب المسافات وتسهيل الاستثمارات شكلت وتشكل حلما وطموحا للساكنة وأنتم اليوم تحققون هذا الأمل وتلبون هذا الطموح سيدة الرئيس إن هذه المشاريع ستشكل بإذن الله بادرة انتعاش الاقتصادي وتحول خدماتي كانت البلدية والمقاطعة والمنطقة بشكل عام في أمس الحاجة إليها سيدة الحضور باسمي وباسم ساكنة مدينة الشامي وساكنة كل المنطقة أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكم على الوفاء السريع بتعهدكم في الانتخابات بإنشاء شركة معادن موريتانيا رائد تنظيم التعدين الأهلي وقاتلة النهوض به ولمديرها العام فشكرا جزيلا ولأن المقام يضيق على تعداد مسببات شكركم فلن يضيق عن شكرنا لكم على التجاوب المشكور مع مطالبنا بإبعاد مصانع ومركز المعالجة عن محيط المدينة وضبطه وتنظيمه وهو ما تمت الاستجابة له بوقت قياسي وكان ما تخذ فيه لصالح المناقبين والمستثمين والسكان وتم وفق روح الاشتراكة بأسلوب تشاوري حكم تعاطي شركة معادن معنا أموذ إنشائها فخامة الرئيس بلدية الشام ككل البلديات لديها العديد من المطالب لكننا رفعناها لكم عبر القطاعات المختصة ولا نطيل عليكم بذكرها ولا أخيفكم من زيارتكم اليوم طمئنتنا على تلك المطالب وحرصكم عليها عن قرم فشكرا لكم مرة أخرى وجود الترحيل بكم وشكرا جزيلا شكرا لكم سيد العمدة الكلمة الآن لمعالي وزير البترولي والمعادن والطاقة السيد عبد السلام المحمد صالح فليتفضل مشكورا تفضلوا معالي الوزير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله صحبه طيبين الطاهرين ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين صاحب الفخامة رئيس الجمهورية معالي الوزراء السيد الوالي سيد رئيس المجلس الجهوي داخل تنواذيبو سيد الحاكم السادة المنتخبون سيد العمدة أيها السيدات والسادة السادة المنقبون أرحب بكم أولا بمستهل هذه النشاط وفي مدانة الشام وبين الأسراء المعدنية بأحد موقعها الأثرية نحضركم صاحب الفخامة ومواكبتكم لهذا النشاط يشكل دعما معنويا مهما والتزاما حكوميا دافعا للمزيد من العطاء صاحب الفخامة لقد كان من أهدافكم الرائدة دمن برنامجكم الانتخاب تعهداتي أن تعدم للشعب الموريتاني بتعزيز البنى التحتية الداعمة للقطاع المعدني والرفع من جاذبية القطاع ومن مردوديته والعكاساته الاقتصادية وتنويع المصادر المعدنية وكذلك تطوير النشاط الاستقلال التقليدي وشبه الصناعي للذهب كما التزمتم ووفيتم بتنويع انتاج القطاع وتعفيز مشاركة الاستثمار الوطني وتعزيز التسجير الشفاف والمستدام للموارد المعدنية وفتح المزيد من مواقع التنقيب أمام المناقبين وقد تجلى هذا التعهد في مجال تطوير النشاط المرتبط بالذهب والتنظيم قطاع التنقيب الأهلي في إنشاء شركة معادن موريتانيا بعد أشهر قليلة من استلامكم للسلطة لتباشر هذه الشركة عملها بجدية وتفانن في خدمة الأسرة المعدنية بكل مكوناتها وفي خدمة اقتصاد البلاد وتقدمه وازدهاري وقد كان دورها الأبرز في تنظيم مجال كان خلوا من أي تجربة قارة أو مسار نجاح وهو ما تطلب عملا نظريا كبيرا وجهدا ميدانيا جبارا وتشاورا مطولا وحصيفا وبناء دائما للثيقة بين كل أطراف العملية مما وفر أجواء عمل تخدم الجميع صاحب الفاخامة اسمحوا لي بانتهاز هذه الفرصة لتقديم حصيلة سريعة لقطاع المعدن منذ وتوليكم للسلطة وعرض عناصر أساسية للرؤية المستقبلية للقطاع لقد لعب قطاع المعدن دورا بارزا خلال السنتين الماضيتين عجز ساهم في امتصاص في صدمة جائحة كوفيد 19 العالمية وتجلياتها الاقتصادية في الوقت الذي تراجعت فيه معظم القطاعات الاقتصادية لإخضاء وبالفعل شكل النشاط التقليدي لذهب عملا مهما في مقاومة الأثار السلبية للجائحة حيث ساهم حسب بعض التقديرات بحوالي 780 مليون دولار أمريكي في الدورة الاقتصادية كما أتاحت تعدين الأهدي خلق أكثر من 45 ألف فرصة عمل مباشرة وما يقارب مئة ألف وظيفة قيار مباشرة وفي نفس السياق ساهم القطاع المعدني الصماعي بدوره في تصدي للأزمة مساهمة كبيرة ويسعدني في هذا المقام فقامت الرئيسة أن أؤكد أن الشركة السليم قد تجاوزت النفق المظلم الذي كان التسيير نحوه نتيجة التسيير قيار المعقلا والتدخلات الدولة الارتجالية في تسييرها وهكذا وبفضل توجيهاتكم المؤكدة على شفافية التسيير الموارد المعدنية وتطبيق الممارسات الجيدة وأفضل المعايير التقنية والاقتصادية تم رسم مسار جديد لشركة السليم يضمن إصلاحها وععادة تنظيم الشركة وتطويرها المستمر وبفضل هذا المسار الجديد حققت شركة السليم نهزت 12.5 مليون طن من خامات الحديد وحققت بذلك مبيعات تجاوزت 1.2 مليار دولار سنة 2020 مما ضعف من إرادتها مقاربة مع سنة 2019 ونتيجة لذلك تحسنت مساهمة سليم في الاقتصاد الوطني في عام 2020 حيث ساهمت بنسبة 43% من الصادرات الوطنية و11 من الناتج المحلي الإجمالي و10% من إرادات الموازنة العامة للدولة وتوظيف السليم حاليا 6800 عامل وستشكل سنة 2021 السنة الأفضل في التاريخ الشركة نتيجة لارتفاع أسعار الخام الحديد وزيادة المعتبرة بالمبيعات الأمر الذي من شأنه زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وأصبحت الشركة قادرة على أن تنظر المستقبل بثيقة وحزم وهذا كذا ارتفعت وطيرة الاستثمارات الهادفة إلى توسعة نطاق الإنتاج وتعزيز مكانة الشركة على المستوى العالمي وضمان مستقبلها وفي هذا الإطار تمت استعادة منجم في ذلك بعد أن تنازلت عنه الدولة في فترة سابقة دون مقابل وفي ظروف يكتنفها القمود وتعمل الشركة حاليا على تطوير هذا المنجم بإمكانيتها الخاصة حيث بدأ العمل الأول في المشروع الذي سيضيف ثلاثة ملايين طون من المعادن القانية في أفق سنة 2024 وكذلك تم إحياء المشروع العملاق العوج بالشراكة مع شركة جلينكورس ويسرية من أجل إعداد خطط العمل وتعبئة التمولات وبالإضافة إلى ذلك وفي إطار زيادة قدرات ذاتية لشركة تم إطلاق مسار دراسات مشروع تيزقراف لإنتاج ست مليون طون من الخامات المركزة سنويا وتطبيقا لبرنامج تعهدات خاصة الهدف المتعلق بتنويع المصادر والنشاطات المعدنية تعمل سنيم على تعزيز البحث عن المعادن والمواد الأخرى عبر تصاريح التنقيب التي حصلت عليها مؤخراً من الحكومة الذهب والنحاس والنكل والكوبال والشميلة مسار الإصلاح قف كافة الشركات الفرعية الاثنين من أجل إعادة هيكلتها وتحسين آدائها الفني والمالي بعدما شهدت هي الأخرى تراجعاً في مردودتها البلغفية وهكذا تم تجديد الطواقم الفنية لشركة صامياء وتم إعادة تركيز نشاطتها حول مهمتها الأصلية كرائد في مجال الاستقلال الجبس وبذلك استعادت الشركة مجدداً ثقة الشركاء وكما أن الوضعية المالية للشركة آتاء تهملت عرفت عجزاً مالياً خلال السنوات الآخرة شهدت تحسناً معتبراً مما سيمكن من الرفع من دورها التي تلعب في إنجاز البناء التحتية في البلاد وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية والقاعدية التي تولنها فخمت الرئيس همية خاصة تمت إعادة تأسيس تسليم الخيرية لتكون رافداً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية بعد أن كادت تنحرف عن مسارها الطبيعي ومكنت إعادة تأسيس الهيئة من توجيه برامجها حصياً نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية من مناطق الشمال وصرفت ما يقارب أربع ملايير أوقية في سنة آلف واحد وعشرين لا سيما لدعم التعليم والنفاذ إلى الطاقة والمياه والصحة والتنمية المحلية إضافة إلى تنفيذ مشارع لصالح الشباب صاحب الفخامة وهي مجال تعدين الذهب أفضلت المفاوضات مع شركة كينروس في عام 2020 إلى قبل إدخال الإتاوات التصعودية حسب شعر الذهب ما مكن من مضاعفة قيمة الإتاوات التي قد تصل إلى 6.5% وهو ما مثل ميزة كبيرة للدولة مكنت من جني أكثر من 20 مليون دولار أمريكي إضافية خلال عام 2020 وتمت استعادة منجم تميا وتنازلت الشركة التازياس لصالح الدولة عن أكثر من 22 مليون دولار أمريكي تم دفعها كضرائب على المحروقات المعفاة من الضرائب وتسديد 10 ملايين دولار كعلاوة للاتفاق وبفضل نفس الاتفاق ستدفع الشركة مبلغ مليون دولار سنويا طيلة فترة استقلال المنجم للدعم البحث الجيولوجي كما ستعمل على دعم وترقية المحتوى المحلي ويسمح المشروع الحالي لتوسعة منجم تازيازة بتحقيق الهدف المتمثل بزيازة الإنتاج بـ 40% لتصل إلى 660 ألف ونص من ذهب في عام 2020 وسيكون لذلك إثارا إيجابيا على زيادة العائدات للخزينة وتشغيل اليد العاملة وفي هذا المضمار لا يفتني الله وانشيد بالدور الإيجابي الذي تلعبه الشركات المعدنية في تنمية الاقتصاد الوطني ومساهمتها في طاقية وتطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل صاحب الفخامة أصحاب المعالي أيها السيدات والسادة فيما يخص الأفل المستقبلية يركز التفكير الجاري على مستوى الوزارة على خلق التضافر والتناقم بين قطاعي المعادن والطاقة وهكذا سيضمن المخطط التوجيه للقاز الذي نعمل على أعداده حاليا لوضع أولوية في تزويد الأقطاب المعدنية في الشمال بكهرباء ذات سعار مناسبة وموثوقية عالية وذلك من بدء من سنة 2024 ومن المفترض أن تتيح مشاريع الإدرجان الأخضر التي تتم سياقتها حاليا إمكانية تموقع بلادنا كإحدى الدول الرائدة في صناعة الصلب الأخضر وهكذا وللمرة الأولى فقامت الرئيس إمكان لبلادنا أن يمل جديا في دخول حقبة جديدة سمتها التصنيع المستدام وتطوير الصناعات التحولية مما سيمكن من إحداث تقيرات هذرية إيجابية عميقة على كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا وخلق فرص عمل على نطاق واسع للشباب ولا يزال الطريق طويل والعمل الكثير ويتطلب الدراسات ووضع السياسات الملائمة ورفع من قدرات الإدارة وقدرات الموارد البشرية والبلاد ولا يفتني هنا إلا أن نشر أنه رغم الإمكانيات الكبيرة من الوارد المعدنية القابلة لاستقلال وما تتميز به بلادنا من استقرار وأمن تبقى مناطق واسعة من بلادنا قير مستكشفة مع ما يترتب على ذلك من نقص العائدات فقد شرعت الحكومة فعلاً في تحسين الجاذبية وجعل قطاع التحديد أكثر انفتاحاً على المبادرات الخاصة وتفضيل مبدأ الشراكة وسيمتم ذلك من خلال مراجعة شاملة لإطار القانون المعدني وطبقاً لتوجيهاتكم صاحب الفقامة ستكون للدولة شريكاً في كل المشاريع المستقبلية سواء المعدنية البترولية والقازية بعدما كانت قائبة في كثير من العقود والاتفاقيات الماضية ومثلما تتضمن الدولة حقوق المستثمرين والشركاء فإنها ستحرص على حماية المصالح الوطنية بشكل يضمن المساواة والإنصاف للأجياء المستقبل بالأخير اسمحوا لي رخامة الرئيس بدعوتكم للتفاضل بالاجتماع للشرحات التي سيقدمها مدير عام شريكة معادن وقطع الشريع الرمزي إذن بإطلاق المشاريع المندج المجال لخدمة التعديل التقليدي وشبه الصناعي في البلاد السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم معالي الوزير وخامة الرئيس في كل دقيقة وفي كل لحظة من هذا اللقاء يتجدد الترحاب بكم في مركز الشيخ محمد المامي للتعدين الشيخ محمد المامي الذي كشف الله له عن كنوز وخيرات هذه الأرض المعطاء حيث قال قبل قرن ونصف من الآن لارض من المعادن حطرة لو كانت راتي دوار نتف زقبتها ما تبرى من طول جرب فيها حار ننتقل إلى الفقرة الموالية وهي عرض يقدمه المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمد المحمد فليتفضل مشكورا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه فيه فخامة رئيس الجمهورية السيد وزير البترول والمعادن والطاقة السادة الوزراء السيد رئيس مجلس إدارة معادن موريتانيا السيد والي داخل تنواذيبو أصحاب السعادة السيدات والسادة أعضاء الأسرة المعدنية الأهلية ضيوفنا من طاقم شركة كرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين يدي هذا الحدث الهام والنشاط المبارك استسمحكم صاحب الفخامة المرورة بملاحظتين اثنتين أولهما شكر مستحق وامتنان لازم لكم فخامة رئيس الجمهورية باسم كل الأسرة باسم كل الأسرة المعدنية على مواكبتكم الدائمة ومتابعتكم الدائمة لهذا القطاع الحيوي والتي أثمرت بفضل الله تعالى من بين ما أثمرت تمكن شركة مغادن موريتانيا من تنفيذ جميع مشاريعها الاستثمارية بشكل كامل أو بدرجة مرتفعة جدا ذانهما الملاحظة أن وجود كامل يوم معنا للمرة الثانية خلال فترة حدود أضنعشر شهر يشكل خير دعم وأفضل سند لنا ولكل الأسرة المعدنية الأهلية وهو دليل قاطع على عنايتكم بهذا القطاع وفهمكم الدقيق لأبعاده الاقتصادية والاجتماعية الجمه استسمح صاحب البخامة ذانهما أن وجودكم اليوم معنا للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز أضنعشر شهر يشكل خير دعم وأفضل سند لنا ولكل الأسرة المعدنية الأهلية في تنفيذ على عنايتكم بهذا القطاع الحيوي وعلى فهمكم الدقيق والعميق لهذا القطاع الحيوي وخامت الرئيس يشرفني اليوم أن أقدم لكم مشروعا مندمجا يتم تنفيذه في بعض ولايات الداخلية بلقت كلفته الإجمالية ما يزيد على أخمس ملايير ومئة مليون أوقية قديمة المشروع هذا للتعدين الأهلي وشبه الصناعي مشروع متعدد المكونات من ماء صالح للشرب ومن بونة احتية ومن طرق ومن صحة يأتي شريكة مغادن موريتانيا فخامة الرئيس وفاءً لالتزامٍ انتخابيٍ ففي شهر يونيو 2019 تأحدتم صاحب الفخامة في برنامج تعهداته بتنظيمي حرفياً بتنظيمي وتطويري هذا النشاط وبعد سنة أشرفتم شخصياً على انطلاق وعاليات شركة مغادن موريتانيا يوم 2 نوفمبر في مدينة الزويرات نتيجة الأهمية الخاصة التي تلونها لهذا القطاع ومتابعتكم الشخصية وتوجيهاتكم السامية أصبرها ولو إن كانت الأرقام تتا ولو إن كانت الأرقام بين 45 ألف كما ذكر الوزير والمعطيات التي عند الشركة تزيد بقليل فأصبح 50 ألف شخص تعمل بصفة مباشرة في هذا القطاع لعل 5 ألاف نتيجة عن القطاع الشبه المعدني وأصبحت 250 ألف مواطن لها علاقة غير مباشرة بهذا النشاط بلغت مداخل هذا النشاط 380 مليار أوقية قديمة كما بلغت قيمته المضافة 244 مليار أوقية وهذه المعطيات طبعا نتيجة لدراسة مولتها الشركة بالتعامل مع التعاون الألماني وقام بها أستاذ جامعي جامع تنواك شوط هذا فضله يرجع إلى الأهمية التي تلون سيد الرئيس لهذا القطاع لشبه القطاع أسمحوا لنا سيد الرئيس أن نبدأ بالجهود التي قامت بها القطاع قامت بها الوزارة في الميدان الغير مصنم من جهود تصنيف فتم منح الشركة 29 منطقة ما يسمونه الأروقة على التراب الوطني خاصة في تيرس زمور في إنشيري في آدرار في ترارزة في البراكنة في الأصابة في قرقل وفي دماغ كذلك من الجهود الجهود التصنيف تمت اعتماد مقاربة تشاركية بأداءة بالأيام التشاورية التي جرت في نواك شوط يوم 21-22 أكتوبر 2020 تحت رغاية الوزير تم توزيع لأول مرة دليل عبر عدة وسائط وتم كذلك تحويل ما يزيد على أهل 150 ألف طن من التراب المشبعة ببعض المواد الكيميائية من مدينتي الشام والزويرات إلى المناطق الجديدة لأن في منطقة الزويرات في منطقة الصفاريات سيدة الرئيس يوجد مركز أنجز بنفس المواصفات كالمركز الذي نحن اليوم موجودون فيه وتمت كذلك حملات تأمين للمجاهر في جميع المناطق التي يوجد فيها التعدين الأهلي هذا صاحب الفقامة بما يقص الجهود المتعلقة بتصنيف القطاع أما ما يتعلق بالجهود التنمية عبر توفير الخدمات فلنبدأ لأنكم بدأتم بها بمنطقة تيرس الزمور ففي تيرس الزمور تم حفر عشر آبار اغتوازية ثلاثة منهم في منطقة الشقات التي أعطيتم إشارة فتحها في نوفمبر 2020 وكذلك عشرين كيلو مترا من الأنابيب وأربع آبار مجهزة في منطقة الصفاريات الصفاريات هي بالنسبة لتيرس الزمور هذا المركز بالنسبة للشامي تم كذلك بئر في منطقة مجيحدات وواحد في وديان الخروب وواحد في البئر البارد وتم كذلك تمت إعادة تأهيل البئر البارد الذي كان موجود وتم اقتناع أربع وحدات تصفية تحلية للمياه لأن كما تعلمونه سيد الرئيس في هذه المناطق وفي المناطق الموجودة فيها المعادن وخاصة في منطقتنا هذه ومنطقة تيرس الزمور الماء ليس صالح للشرب تم كذلك بالتعاون بين الوزارة ووزارة التحويل الرقمي برنامج ستتم به إن شاء الله ما يزيد على 12 شبكة خلوية للهاتف في هذه المناطق تمت منها اليوم منطقة قلمان منطقة الصفاريات منطقة الشقات وبقت منطقة بوع ميمة مارك عيام جيقدات ونياء الخروب تنوبر كما أسلفت تم تأهيل مركز أطلق عليه الأمير سيد أحمد أحمد العيد في نفس المباصفات الموجودة هنا توجد فيه عيادة أطلق عليها اسم الحاج محمود باع ومكاتب وسكن لشركة مغادن موريتانيا ومسجد أطلق عليه أسم الشيخ الولي والشيخ مع العينين يتسع لألف مصلي نقطة صحية وكذلك 40 دورة مياه تم اقتناء كذلك وحدتي سيارات إسعاف توفر فيهم من أكثر من سنة طبعا الرفق إلى الزويرات وكذلك العلاج والاستشارة مجانا تم إنجاز 160 إشارة ضوئية على 800 كم التي تفصل بين الشقات والزويرات بمعدل إشارة لكل 5 كم تم كذلك إنجاز أذم النقاط استراحة في المناطق التالية الصفاريات وفي الروضة وفي بير النار وقلمان وما يسمونه تروابرن وبير منر والبير البارد ومارق عيب صاحب الفقامة صاحب الفقامة هذا فيما يعني تيرس الزمور أما بالنسبة لولايتين داخل نواذيب وإنشيري لأننا على حدود ولاية إنشيري من هنا فتم إنجاز تسق آبار ارتوازية ثلاثة في هذا المركز بطاقة ضخ 46 متر مكعب لعلاجة المنجم لمغالجة المنجم وواحد في خنيف سات في الشمال يبعد من هنا تقريبا 40 كيلومتر وبإراني صالحاني للشرب بقدرة 30 متر مكعب يضخ من منطقة 40 كيلومتر جنوب جنوب مدينة الموقع اللي نقنا فيه تم أيضا إنجاز شبكة مياه ستتم مع التعاون الهندسة العسكرية بـ 40 كيلومتر وستأتي إن شاء الله هنا حتى هذا المركز تم اقتناء ثلاث صهاريج وتم توزيع المياه بصيفة منتظمة بصيفة مجانية في منطقتين تازيازت وتيجيريت المركز الذي نحن نوجد فيه اليوم مركز الشيخ محمد المامي كما أسلفت له نفس المواصفات كمركز لحم اللحم الغيد وهو عبارة عن هذا هذا المكان الذي يتسج لأكثر من أهل التلاف طاحونة وفيه أربع أقسام وزعت إلى تسميات ولايتنا الداخلية داخل تنواذيبو الحول الترارز قرغل تمت فيه كذلك بناء نقطة صحية قيادة باسم محمد ولمسيكا ونقطة ونقطة أمن وكذلك أربعين دورة مياه وخارجه تبرع رجل خير بجامع وطريقة عليه جامع لمرابط الحاج والفحف هو التسيق لألف مصلي تم هناك كذلك في ميدان الاتصالات هاتف خلوي عمود لشبكة الخلوية في منطقة خنيف سات تم اقتناء في خنيف سات طبعا وفي الشكران وفي آرقو وفي منطقة أغان لأنهم مشمولين ببرنامج الذي تبقت عليه وزارة وزارة الفترول ووزارة عصرانة إدارة هذا صاحب الفقامة ما يخص وكذلك طبعا تم تشييد طريق من 29 كم المنطقة معروفة هنا بأزفال تربط بين تيجريت وتازيازت وهذه طبعا الطريق تمي أطريق عليها اسم سيد محمد الكنتي شيخ سيد محمد الكنتي السيد في الجانب الثاني ولعله لا يقل أهمية المكلفة به الشركة وهو الجانب شف الصناعي أي المناجم الصغيرة وشركات المعالجة ما هو معروف هنا بالفئة فتم منح من سنة 2018 إلى اليوم 40 رخصة لمعالي شركات التعدين بين الولايتين أربعة منهم بدأت بالفعل في نهاية سنة 2020 الإنتاج ومن المتوقع أن سنة 2020 ستتصل إلى عشرة ويعتبر الاستثمار في هذا الميدان حتى الآن حدود 50 مليون دولار أما بما يتعلق في المنجم الصغير فكان الاهتمام محدود ولاحظنا منذ أشهر أن فيه اهتمام حتى بالنسبة للحاصل على الرخص الصناعية وبعض المستثمرين الحاصلين على الرخص الصناعية يعطيهم القانون طبعا حق طلب رخص صغيرة مناجم صغيرة وهذا ما تم بالفعل في بعض الحالات خاصة في هذه المنطقة وتم منذ إنشاء الشركة منح اشترين الرخصة أساسا لمستثمرين وطنيين وتم طبعا الاجتماع بهم وحثهم على الاستثمار وأن يفهموا المنطق الجديد طبقا لتوجيهاتكم وسياسة القطاع في هذا الميدان أيضا تم تعامل مع شركة الأبحاث الجيولوجية لتحديد مقومات الأروقة التابعة لشركة مرادل موريتانيا وخاصة في المنجم الصغير أما بالنسبة للأفق أما بالنسبة للأفق بالنسبة للأفق فنريد سيد الرئيس مصادقة البرلمان على الإطار التشريعي لهذا النشاط ونطلب أيضا إدخال الكهرباء للمركزين المركز شيخ محمد المامي ومركز أحمد الأحمد العيد وكذلك التسريع في هذا طبعا هو برنامج الشركة ليس طلبات تسريع التدخل في مناطق من الداخلية وخاصة في وسط البلد الموجود فيهم النشاط لعلية صاحب الفقامة أختم بهذه الصورة الأخيرة فهذه صورة من السجل المعدني في المنطقة منطقة تيجريت ومنطقة تيجريت ومنطقة تازيازت فتلاحظون أن جميع المناطق مرخص فيها وهذا يلزم المنقبين الحاضرين هنا احترام سياسة الحكومة والتزامات الدولة في احترام ما ليس لهم ولكن في إطار تعايش ضروري بين هذا النشاط والنشاط الصناعي احترام حقوق المستثمرين في حق الملكية واحترام المستثمرين لواجبهم في دفتر الالتزامات وأن التنقيب وهذا هدف ينبقي أن لا يمارس إلا في المناطق الممسموح بها معنى المناطق التي أغطيت لشركة مغاد الموريتانيا أجدد المندمج للتعدين الأهلي وشبه الصناعي شكرا لكم إذن مشاهدي الكرام مشاهدي الكرام مشاهدي الكرام هكذا إذن ستبدأ الفعاليات الرسمية لتشين هذا المشروع الطموح في منطقة الشامي سيداتي والسادتي وكلمة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم في البداية أحييكم أيها الجمع الكريم وشاكركم شاكر الحضور كامل موجود هنا من وزراء ومنتخبين وسلطات إدارية طبعا ومحيي هذه المقاطعة مقاطعة الشامي على حرارة الاستقبال على حرارة الاستقبال ومحيي من اللبسة خاصة منتخبينهم ومؤطرينهم نختار نعبر عن سعاتي كامل السعادة بالوجود هون اليوم وجودي مع هذا الجمع من المواطنين هذا الجمع من المواطنين الذين نبذوا نبذوا الكسل هذو المواطنين اللي نبذوا الكسل وبذلوا جهود مضنية لاستخراج ذرواتنا بسواعدنا هذا في حد ذاته عمل جبار ويستحق الإشادة به وبالمناسبة أنا أشيد به أنتم المناقبون نموذج نموذج التضحية ونموذج التضامن ونموذج الوحدة وقد استطعتم أن تُعطوا المثل الأحسن للمواطن الموريتاني خلقتم بإرادتكم وبسواعدكم قيمة مضافة قيمة مضافة حقيقية الاقتصاد الوطني مثلت عام التوازن وعام الاستقرار وعام الاعمار كان بلدنا بحاجة إليه أنا تحدثت قبل أيام عن التفرقة وعن خطر التفرقة وعن الكسل والتعالي عن العمل وعواقبهم وأنتم في التنقيب الأهلي جسدتم على أرض الواقع قيم نبيلة نبذتم الكسل ووحدتم الجهود وحققتم الأهداف في جميع الأحوال وفي جميع الظروف سأكون إلى جانبكم إن شاء الله سيكون داعما لكم وسيكون داعما للمنقبين وطنيين ومستثمرين أجانب وسيجعلكم دائما تلمسون تقديري لجهودكم ودعمنا وتسهيلنا وتحسيننا للغروف عملكم إن شاء الله وذلك لتتمكنوا من تحقيق أمالكم وتسهموا في تنمية البلد ورفاه مجتمعكم وسأعطي إن شاء الله توجيهات لكافة الجهات المعنية وبالصفة خاصة شركتكم شركة معادن التي تعمل بالفعل جاهدة جاهدة لتلبية حاجاتكم سأعطي هذه التوجيهات بأن تدرس جميع طلباتكم وأن نحرص على التلبية فوراً لكل الممكن منها أما المستثمرين الأجانب فسيجدون إن شاء الله مناخاً ملائماً للاستثمار وانفتاحاً وشفافيةً وسلاسةً في التعاملات وسيجدون كذلك صرامةً في فرض احترام دفاتر الالتزامات ودفاعاً عن مصالح بلدنا وحرصاً على استدامة موارده وباختصار سنحرص على معادلة تطمئن شركاءنا على مصالحهم وتضمن استفادة الوطن من موارده من مداخل مالية ومن تشغيل ومن توطين الخبراء وفي النهاية ودائماً أشكر إخوتنا المنقبين هؤلاء الذين نبذوا الكسن هؤلاء الذين برهنوا على جديتهم هؤلاء الذين تعايشوا في ظروف صعبة بطريقة تفرز وتبرز وحدتنا الوطنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن هكذا مشاهدي الكرام استمعتم وتابعتم كلمة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني التي جاءت في إطار تدشين هذا المشروع الكبير مشروع الخاص بتنظيم التعدين الأهلي وتطوير من إنتاجه وبعد ذلك سيتوجه رئيس الجمهورية إلى اللوحة الذكارية للمشروع والآن يحيي المواطنين الذين أحاطوا به من كل جانب يريد السلام عليه والذي سينتقل بعده مباشرة إلى اللوحة الذكارية لإزاحة اللوحة الذكارية عن هذا المشروع ربما يستمع الآن لآراء ومطبعات المواطنين الذين جاءوا من كل مناطق التعدين إلى هذه التظاهر اليوم في قرب الشامي التظاهر التي ستضع أسس مشروع جديد وانطلاق مكونة بها مجموعة مشاريع توفر المياه مياه الشربة أيضا ومياه المعالجة وأيضا نقاط صحية ويعني مرافق خدمية ستتاح للمواطنين في هذا المكان إذن الرئيس الجمهورية يحيي الجماهير الذين حضروا لاستقباله والاستماع إليه عن قرب ولطرح بعض المطالب وبعض الاهتمامات لديهم وكما كان واضحا رئيس الجمهورية يأكد خلال كلمة ألقاها قبل قليل تعهد بأن هناك معادلة قائمة ثابتة وهي أن بلادنا ستعمل على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية بما يضمن أيضا للشركاء والممولين العمل في ظروف مناسبة وأيضا المواطنين لاستفادة من ثروتهم في إطار من القانون والمشروعية إن الرئيس الجمهورية يتجول في وسط هؤلاء المواطنين الذين جاءوا لتحية والاستماع عن قرب له وليزيح أيضا لوحة تلكارية حول هذا المشروع الجديد الذي انطلق بهذه التظاهرة وانطلق من خلال هذه المشاريع التي يعلن عنها والخطابات التي تحدث عنها المعليون سواء وزير الطاقة والمعادن أو المدير العام لشركة معادن موريتانيا وكذلك رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية تلقى شروحا الآن من طرف مدير شركة معادن موريتانيا حول بعض مكونات المشاريع التي تدشن اليوم إذن شروح حول هذه اللوحة كما تتابعون معي يبدو هناك محطات معينة سيتم توفيرها لهذا المرفق الخدمي الذي يوجد في منطقة خارج مدينة الشام خارج مركز المدينة حيث سيتم نقل ماكينات الطحن طحن المعالجة وماكينات المعالجة إلى خارج المدينة إذن مجسم صغير هو هدية من شركة معادن موريتانيا على ما يبدو لرئيس الجمهورية أو من المنقبين لرئيس الجمهورية إذن مجسم صنع وأبدع فيه وقدم لرئيس الجمهورية في إطار هذه الاحتفالية بأشياء ميلا يزيح رئيس الجمهورية استطار عن اللوحة التذكارية لهذا المشروع التنموي الذي يعد بغد أفضل في مجال التعدين في بلادنا وخاصة في مجال الذهب السطحي الذي يشغل عشرات الآلاف من المواطنين في وظائف دائمة ومثلهم في وظائف مؤقتة والذي أيضا يشكل رافع للتنمية في بلادنا وأحد مكونات الاقتصاد وأحد دعامات العملة الوطنية ودعامات اقتصاد الوطني إذن رئيس الجمهورية سيزور أيضا المصحة الموازية لهذا المشروع وهي ضمن مكونات هذا المشروع قبل أن يغادر مكان الاحتفال بعد إشرافه على هذه المشاريع اليوم والتي انطلقت للتحسين من وضع التعدين في بلادنا ومنح المزيد من الفرص له للمواطنين والشركاء أيضا في التنمية بما يضمن استفادة البلد واستفادة المواطن من ذرواته الطبيعية إذن رئيس الجمهورية يغادر الآن هذا المكان الرسمي للاحتفال ضمن فعاليات هذه الاحتفالية التي تأتي ضمن احتفال بلادنا بعيد الاستقال الوطني ذكرى الحادية والستين وهي احتفالات تتضمن أيضا تتشين مشاريع عديدة كان من بينها اليوم مشروع التعديل أهلي هذا اليوم الذي أشرف علي رئيس الجمهورية بمدينة الشامي شكرا نعم شكرا جزيلا لك سعيد الحبيب وشكرا للزملاء الذين وضعونا في الصورة هكذا يغادر رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني هذا المكان الذي شهد تتشين المشروع المندمج لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي وقد أشرف سيادته عليه مباشرة وتحدث خلال كلمته هذه أمام الحاضرين وأكد رئيس الجمهورية على الدور الهام الذي يلعبه المنقبون في نبذ الكسل والاتكالية وكذلك أعلن عن دعمه الكبير للمنقبين وأن الدولة لن تبخل عليهم بالمساعدة في القادم الأيام وأن هذه المشاريع ستتبعها مشاريع أخرى من أجل تحسين ظروفهم وأيضا تحسين من الاقتصاد الوطني شكرا للزملاء الذين وضعونا في الصورة وكانوا من عين المكان شكرا لعبدالله والبلال وإيضا الزميل سعيد والحبيب لا أعرف إذا كنا سندخل في فاصل ونعود وتستمر هذه طبعا التغطية الحية والمباشرة عبر قناة الموريتانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أمجاد أحنا ولا مجاد الأمجاد تخلينا حاضرنا زين وزيزاد افطان عنا ماضينا أمجاد أحنا ولا مجاد الأمجاد تخلينا حاضرنا زين وزيزاد افطان عنا ماضينا أمجاد أحنا ولا مجاد الأمجاد تخلينا حاضرنا زين وزيزاد أفطان عنا ماضينا أمشى دحنا ولا مجال أمشى دح خلينا حاضرنا زين وزيزان أفطان عنا ماضينا مستقبلنا في الجايزين وارصدناها بعينينا واتدبرنا لكاملين ما معكم ما تأيدينا مستقبلنا في الجايزين وارصدناها بعينينا واتدبرنا لكاملين ما معكم ما تأيدينا واتدبرنا لكاملين ما معكم ما تأيدينا واتدبرنا لكاملين أمام حكومات بيدينا ريتنا رأى بالسماء نجمع و هلال علينا و لما هم يتقسم دولة واحدة و بنينا ريتنا رأى بالسماء نجمع و هلال علينا و لما هم يتقسم دولة واحدة و بنينا أمور تانينا في الجمع و بسلاح و بيدينا والخيل الزينة والشمال والعزينة لم تينا أم جاد أحنا ولا مجال أم جاد تخلينا حاطرنا زين وزيزال أبطان عنا ماضينا أم جاد أحنا ولا مجال أم جاد تخلينا حاطرنا زين وزيزال أبطان عنا ماضينا دولة في العالم زينة مواقفة حسينة دبلوماسية كيسة هي موريتانينا دولة في العالم زينة مواقفة حسينة دبلوماسية كيسة هي موريتانينا دبلوماسية كيسة هي موريتانينا هي زاد اللي ناشئة للعلم في كل مدينة دبلوماسية كيسة هي موريتانينا هي زاد اللي ناشئة للعلم في كل مدينة دولة بالعالم زينة مواقفها حسينة دبلوماسية كيسة هي موري تانينة دولة بالعالم زينة مواقفها حسينة دبلوماسية كيسة هي موري تانينة دبلوماسية كيسة هي موري تانينة هي زادة اللي ناشئة العلم بكل مدينة ليب ليوا ما سيك كيسة هي موريتانينا trasوايا زاد الهناشاة العلم وكل مدينا بيمشاد احنا و ٠٧ مجاد تـْخلينا حاطرنا زي مو زي زاد فطانن عنامى طيّنا بيمشاد احنا و ٢٠ مجاد اِل٧ مجاد تخلينا حاطرنا زي مو زي زاد فطانة عنامى طيّنا مرحبا بكم مجددا مشاهدنا الكرام ومازلنا معكم ومع هذه التقطيع الحية والمباشرة من مقاطعة الشامي ونعود إليها مجددا لزميل سعيد والحبيب سعيد بعد كلمة رئيس الجمهورية وأيضا تدشين وضع حجر الأساس لهذا المشروع هل هناك تعليق أم رصد لانطباعات المنقبين وإلى آخره؟ سعيد إذن مشاهدنا الكرام سوف نربط الاتصال بالزملاء هناك في مقاطعة الشامي وهذه طبعا الصور التي تظهر على الشاشة الآن هي صور حية ومباشرة لتدشين المشروع المندمج لنشاط التعدين الاهلي والشبه الصناعي الذي أشرف على انطلاقته فقامة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني وهذا المشروع يتضمن نقل معدات طحن الذهب الأهلي خارج مقاطعة الشامي وأيضا تدشين مركز صحي ومسجد وأيضا توزيع قطع أرضية على المستثمرين وطبعا من شأن هذا المشروع أن يسرع من وطيرة التنقيب طبعا ويخفف على المنقبين ويفتح فرص كثيرة فرص اقتصادية إذن هذه الصور مشاهدنا تأتينا مباشرة من مقاطعة الشامي وطبعا خلال هذه التقطية استمعنا وتابعنا عدة شهادات ومقابلات للمنقبين الذين تحدثوا عن واقعهم وطبعا عن الأمال التي ينتظرونها من هذا المشروع كما أيضا استمعنا لعدة مدخلات وكان الأبرز كلمة الرئيس الجمهورية التي أكد فيها ذمن فيها دور المنقبين الهام والمتمثل في نبذ الكسل والاتكالية وكذلك استخراج خيرات البلاد أن يستخرج خيرات البلاد أبناء البلد وأيضا أكد على حرصه مساعدة هؤلاء المنقبين من أجل طبعا تغيير أوضاعهم واستمع لهذا المشروع بشكل جيد إذن مشاهدين الكرام لا أدري إذا كان الزملاء من مدينة الشامي ما زالوا سيقومون ببعض المداخلات حول طبعا هذه التقطية الحية والمباشرة والتي نقلناها لكم أولا بأول واستمعنا فيها لعدة مداخلات كانت طبعا من طرف المسؤولين عن تقطاع التعديم إذن شكرا لكم مشاهدين الكرام نكتفي بهذا القدر وطبعا بالفعل غادر رئيس الجمهورية والوفد المرافق له نشكر مجددا الفريق التقني الذي قام بنقل هذا الحفل من مقاطعة الشامي وأيضا شكرا لزملاء سعيد والحبيب وعبدالله والبلال وهذه تحياتي وتحيات الفريق معي هنا في الاستوديو دمتم بأمان الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة